عليكم ورحمة الله وبركاته ومعلكم نجلاء الحميدي من قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. ان شاء الله النهل ده هنعمل مع بعض تشيز كيك بس تشيز كيك غير اي تشيز كيك خالص. احنا عملنا مع بعض قبل كده تشيز كيك كتير جدا بس المرة دي هنعمل مع بعض تشيز كيك زبدة اللوتس. اه بجد حاجة رائعة وهنبتدي نعمل مع بعض وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. اتمنى بقى الحلقة تعجبكم. لو اول مرة بقى تشوف القناة بتاعتنا. ما تنسناش بالليك والشاير والسابس كرايب بينا بقى على المهدي. بصوا بقى انا معاي هنا آآ البسكوف او اللوتس بسكوت اللوتس. آآ دي معايا كده ميتين وخمسين جرام من آآ بسكوت اللوتس العبوين دي. ومعايا كمان البسكوف اللي هو زبدة اللوتس. تمام? العلبة دي عمل ربعمائة جرام. تمام كده? انا هطحن معايا البسكوت اللوتس في الكابة. بصي ه المتين وخمسين جرام من البسكوت دي عاملة خمسين جنيه. وزبتة اللوتس عاملة مية وخمسين جنيه. انا هشيل هطحن كل البسكوت بس هسيب معي واحدتين كده في الاخر لان فيه كتير جدا بيسألون الجبان من حلاء ادوات التورة والحلواني. تمام كده? انا فرمت البسكوت كله كده كله او ضربته كده في الكبه زي ما حالتكم شايفين. بعد كده معي ستين جرام من الزبدة المزابة. ويببتدي ان انا انزل يعني هقولي ايه تلت كباية كده. او اقل ربع كباية. تمام? اه وبقلبها كده كويس زي ما حالتك شايفة. تمام كده. بعد كده هشيل معي امية اربع خمس معالق كده على جنب عشان احتاجها. المعي الصينية هنا دي مقاس اربعة وعشرين. حتى فيها ورق زبدة علشان بحيس ان انا لما باجي هشيلها بتبقى سهلة جدا معي. بنزل انا بقى بالكمية بتاعتي كلها كده. بروح حطها كده زي ما حالتك شايفة في الصينية. وببتدي ان انا اضغط عليها بحاجة دي هرست البطاطس بحيس انها تبقى مظبوطة من كل مكان. تمام? بعد كده انا هدخلتها الفريزر هتقعد نص ساعة لحد ما اعمل انا الخطوة التانية بتاعتنا. معي متين جرام كريمة خفق لكريمة الحلويات. ممكن تستخدم كريم شانطية. لص كباية. تمام? على كباية لبن. دي بقى انا بضربها من غير اي حاجة زي ما حاليك شايفة كده نفس القوام ده بالزبط ما بقطرش. بعد كده ببتدي ان انا احط انا هنا للميزانة علشان هحط عليها من زبدة اللوتس متين وستين جرام من زبدة اللوتس. تمام كده? كده الجهاز متصفر معي. ببتدي ان انا انزل زبدة اللوتس دي انا عايز اقول لكم ان هي طعمها رائع جدا جدا بجد وآآ قيمة جدا جدا. تمام كده اهو. آآ كده انا وزنت بالزبط اهو. متين تمانية وخمسين. انا محتاجة متين وستين جرام مش هتفرق. ومعي معلقتين من السكر البودر. ببتدي ان انا اقلب الخليط ده كويس جدا معي لحد لما كلهم يتجنسوا مع بعض. بعمل لهم كويس جدا. بعد كده زي ما حالك شايفة كده. آآ بعد كده بقى هعمل ايه? هجيب معي الخليط ده بالزبط. آآ بنزل بيه بقى على كريمة الخفق. او بنزل بكريمة الخفق على الخليط ده. آآ الاتنين واحد يعني. شايفين دي كريمة الخفق بتاعتي. بنزل اهو بالخليط بتاعي. اللي هو عبارة عن زبدة اللوتس والجبن الكريمي ومعلقتين السكر البودر. وببتدي ان انا اقلبه كويس جدا بخلط المكونات دي كلها مع بعض. تمام? انا خلطتها بالمضرب بحيث ان هي كل مكونات تتجانس مع بعضها. بعد كده بقى بجيب البسكوت بتاعي من الفريزر. ببتدي ان انا شايفين القوام بتاعه. ده القوام جميل جدا جدا بدون جيلاتين ولا ايه حاجة خالص. تمام? جبت معي البسكوت بتاعي من الفريزر. بعد كده ببتدي ان انا انزل بالخليط بتاعي كله زي محارك شايفة كده بالزبط. وابتدي ان انا اسويه بسبتيولة او بمعلقة او باي حاجة بحيث ان هو يبقى سطح املس علشان نبقى ننزل عليه بالزبدة اللوتس لما نصياحة في الميكرويف وهقول لحضرتك هنعملها ازاي? تمام كده? سوينا كده معانا الخليط بتاعنا. زي ما حضرتك شايفة? باي حاجة بتسوي. بعد كده بقى ببتدي ان انا اجيب ببتدي ان انا احطها عليه ويدخلها الفريزر من آآ يعني انا دخلتها آآ قبلها بيوم. تمام? آآ جبت بقى معي هنا باقي الزبدة اللوتس بتاعنا ويدخلتها الميكرويف سيحتها. وببتدي ان انا افضيها كده في العبوة دي زي ما حالك شايفة كده او ممكن تحطيها في كيس مش مشكلة كيس حلواني علشان هنا اعمل بس ايه? على الكيك على عفوا على التشيز كيك. تمام? بصوا هبتدي ان انا اشيل معي البلاستيك ستريتش بسي آآ تاخدي بالك لان ببقى فيها تلك علشان ما يقعش بس على التشيز كيك اهو. ده التلك شايفة? هو دير حضرتك كمان. تمام? ده التلك اللي ببقى على الكيس او ببلاستيك ستريتش. ببتدي ان انا افكها. فكت معي بكل سهولة جدا. تمام? ببتدي ان انا اعمل آآ كده على التشيز كيك او اعمل الخطوط اللي حضرتك شايفها دي بالضبط ممكن لو ما عندي كيش اللعب هو ديت. ممكن بكيس حلواني او بكيس ساندوتشات عادي وبتخرمي خرم صغير وبتدي ان انت تعملي اللي بداوت عليها او الاشكال اللي حالك شايفيها دي. تمام? ببتدي بعد كده بكمل معي باقي لصنيها. بتمسك بسرعة لان اصلا التشيز كيك طالع من الديب في الريزر متماسك ومتالج لان انا عاملاها قبلها بيوم وتاني يوم حقيت عليها الخليط ده. بصي آآ يا رب تصرعي بسرعة في الخليط لما بتنزلي عليه. لانه طبعا التشيز معانا آآ متماسك جدا متالج. والزبدة طالعة من الميكرويف سخنة جدا. فلما بتتحط على الحاجة الميتة اللي جا هتمسك بسرعة. فحاول اعمل الخط وضي بسرعة جدا. تمام? بعد ما خلصت معي الزبدة اللوتس على التشيز كيك. طبعا ده الباسكوت اللي كنا محتفظين به. واحنا بنفرم الباسكوت مع بعض. ببتدي ان انا احط نفسها زي ما حديك شفتي كده بالزبط. لو حضرتك حابة تعمليها الباسكوت في لي عادي ما فيش مشكلة خلص حابة تعمليها الباسكوت اللوتس مش مشكلة. عايزة عايزة تحط مكان اللوتس من فوق زبدة اللوتس. آآ بتحطي برضو مكان وكراميل. آآ مكان زبدة اللوتس كراميل. آآ بيبقى طعمه حلو برضو. بس يصدقيني. آآ زبدة اللوتس مع العموما تشيز دي. طعمها رائع جدا وجميل جدا. ببتدي ان انا اقطعها بالسكينة. بس انا فتحة الحنفية السخنة جنب مني. بروح حطها تحت الحنفية السخنة اغسيلها وبمسحها بمنديل. بحيس ان هي ما تكونش سايبة حاجات معيكي وانتي بتقطعيها. ده شكلها بجد طعمها رائع جدا وهتعجب حضراتكم جدا جدا. بعد كده بقى احنا شلنا الباسكوت علشان نقطع. بعد كده حطينا الباسكوت علشان نقطع. ببتدي ان انا احتفظ معي بالكمية دي. معي هنا كده علبة الترات. ببتدي ان انا اخد على قد الكمية بتاعتي وبدخلها تاني. تمام كده. وطبعا تنفع لو تاخديها. آآ راحة زيارة ولا حاجة. بتبقى هدية قيمة جدا جدا. آآ او آآ بتعملي منها اردارات برضو. بتبقى كويسة جدا. تمام زي ما حالك شايفة كده بالزبط. ببتدي ان انا احطها في العلبة بتاعة حفز الترات. وببتدي ان انا ادخلها اديب في الريزر. بتحتفظ بيها لاكبر وقت ممكن. دي كده معينا زبدة اللوتس او تشيز كيك اللوتس. آآ وبعد ما خلصنا بتاعنا. هولي لحظ حضراتكم. آآ وهنشوفوا. بجد هيعجب حضراتكم جدا جدا. وندقوا بقى مع بعض. بسم الله. بصوا. حاجة كده يعني تفضلوا. حاجة كده جميلة جدا جدا. من غير محلفة. فعلا من غير محلفة. اهو. جميل جدا جدا. انا تابعنا بعمل تنصميش في وشيرك وسبسكرايب. ما تحياتي. ما تحياتي مجلاء الحميد.